مفهوم المحاسبة الإدارية وأهميتها ووجهات النظر حولها مفهوم المحاسبة الإدارية أولاً على ضوء نوعية المعلومات التي تنطوي عليها التقارير المحاسبية والجهة التي تقدم إليها عادة ما يتم التمييز بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية فالمحاسبة المالية تركز على التقارير التي تتعلق بالأداء الماضي ثانياً للمنشأة التي تعتمد على البيانات التاريخية والتي يتم إعدادها وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً وذلك لخدمة المستخدمين الخارجيين في حين تركز المحاسبة الإدارية على توفير المعلومات المالية وغير المالية لخدمة الإدارة في قيامها بوظائفها الأساسية بغيات تحقيق أهداف المنشأة والمحاسبة الإدارية في تأدية مهامها تخضع لقيود أقل بكثير من تلك التي تخضع لها المحاسبة المالية كما تركز على المستقبل بتوفيرها الموازنات والتنبؤات المستقبلية الأخرى بالإضافة إلى التقارير التاريخية ثالثاً ولهذا فإن المحاسبة الإدارية صممت خصيصاً لخدمة الإدارة وذلك عن طريق توفير معلومات تساعد الإدارة في أداء وظائفها الرئيسية ولذلك أحياناً يطلق عليها المحاسبة لخدمة الإدارة أو المحاسبة لخدمة اتخاذ القرارات رابعاً وعلى الرغم من عدم وجود تعريف محدد ومتفق عليه للمحاسبة الإدارية إلا أنه يمكن القول بأن المحاسبة الإدارية عبارة عن نظام لتجميع وتبويب وتحليل وتلخيص وإعداد التقارير بالمعلومات التي تساعد الإدارة في تأدية أنشطتها التخطيطية والرقابية واتخاذ قراراتها الإدارية على تعددها واختلافها ترجمة نانسي قنقر